بلغ أجمالية الطلبات التي اعتمدتها الهيئة الاتحادية للضرائب لمواطنين استردوا ضريبة القيمة المضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً 30920 طلباً بقيمة مليارين و540 مليون درهم منذ بدء تقديم الخدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 23340 طلباً بقيمة مليار و540 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي وأوضحت الهيئة الاتحادية أنه خلال الفترة من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو الماضي تم اعتماد 7580 طلباً جديداً لمواطنين ومواطنات قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليار درهم